قال وزير المالية دكتور نايف الحجرف أن إجمال حساب العهد بنهاية السنة المالية لعام 2017 بلغ 5 مليارات و 800 مليون دينار وتم إرسال خطة الوزارة فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الغتامي البرلمانية الحجرف قال أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام المساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية فيما يتعلق بمعالجة الملف اشتركوا في القناة